موضوع مهمة أوي الحكمة على الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم في حكمة بتقول الفراشة رغم جمالها إلا أنها حشرة والصبار رغم قسوته ومرارته إلا أنه ظهرة تاني الفراشة حاجة حلوة أول بس يبتم دارك تحت إيه؟ الحشرة الحشرات يعني بسمها حشرة ولا حد يقولك ده حشرة حتى في ناس بعض ناس يشتب من وقت تحت حشرة وعلى الرغم أن الفراشة جميلة الصبار مروا بيشوك ومحدش يستحملوا حاجة يعني صعبة وفظيعة لكنه يبيندلك تحت لإيه؟ الأظهر ظهرة الصبار فما تاخدش بالشكل صح ولا تحكم على حد بالمظهر أبدا ما فيش حد يعرف في الدنيا ما بداخل أحد أبدا الذي يطلع على ما بداخل الناس هو واحد رب الناس سبحانه وتعالى ولذلك ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم مؤلف مصرحي اسمه أوسكار وايلد ده كان إنجليزي بيقول السطحيون وحدهم هم الذين يحكمون على الناس بمظهرهم الخارج ده إنسان سطحي لأن فيه واحد سطحي وفيه واحد وسط وفيه واحد عميق فيه واحد يقول لك أنا آه فلان ده أنا ليه نظرة فيه وهو لا احتكي به ولا تعامل معاه ولا تكلم حتى معاه ولا الرجل حتى سلم عليه فلان ده أنا حاس أنه كذا أنت من الذي أعطاك الملكة أو الحكم أنك تحكم على الناس ده ربنا ويقول فلا تزكوا يعني ما تزكيش نفسك يعني ما تحكمش على حد مش بتاعتك وخلي بالحضرتك الكلمة الكلمة اللي الواحد ممكن يتلفظ بها من خلال كلامي على الناس أو حكمه على الناس ممكن تدخله جهنم والله ممكن تدخل جهنم ولو واحد قال كلمة حلوة حتى لو هو قاعد وجه زميله أو حد من الناس القاعدة بيقول له فلان قول له لا لا يا أخي أنا ما شاهدش منه كل خير وحد كويس حتى لو ما شفناش ما احتكتش به ولا تعرفه الله ما تتكلمش عليه ولا تحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذب عن عرض اللي دافع عن عرض أخي ذب الله عن وجهه النار يوم القيام حاجات بسيطة جدا تعمليها تخش بيها الجنة وحاجات بسيطة برضو نتهاون بها ونعملها عناد ومستهونين بيها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتدخل صاحبها جهنم هقولك على قصة بعد ما تصلى على سيدنا النبي اللهم وسلم برك عليك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صاحب يقول لي كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين اتنين إخوات أحدهما يذنب والآخر مجتهد وهنا برضو لما نسمع كلمة يذنب مش هو باهم قضيها معاصي لا هو كان بيصلي وكان بيعمل وفي الوقت برضو يعني بيعمل معصية ولا اتنين كده التاني المجتهد ده هو برضو لا يسلم من المعاصي محدش ما بغلطش الأنبياء فقط هم المعصمون ودفنت العصمة مع سيدنا رسول الله ودفت علي رقيبة سيبني أنا ربنا أنا حر أنت مش رقيبة علي ربنا اللي بيحاسم فقبض الله سبحانه وتعالى أرواحهما جميعا فجه المكتهد وجه المزن فربنا سبحانه وتعالى بيقول للمكتهد اللي هو إيه اللي لما قال أخوه أقصر قال له أبعست علي رقيبا خلني وربي فالمكتهد قال له أخوه والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة وإحنا محدش في الدنيا يملك السكوك طبعا لنت حتدخل ده الجنة ولا حتدخل ده النار هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى لا دخل لأحد فيه تمام قال له أنت لا حتخش أو مش خش الجنة فقبض الله سبحانه وتعالى أو رحمه جميعا فقال الله عز وجل للمجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا يعني أنت كنت تعرف اللي عندي أنت مطلع على أنا أحكم عليه أو أحكم به أو عارف دفين ودفين مش بتاعتك ثم قال الله عز وجل للملائكة خذوا هذا المذنب الذي كان يذنب إلى الجنة وخذوا هذا إلى النار سيدنا أبو هريرة راوي الحديث شف كلمة سيدنا ورأة ليه والله لتكلم بكلمة أوضقت دنياه وآخرتها ضيع نفس عشان قال لأخوي أنت من تجدخل الجنة طبعا محدش طبعا يعرف يعني دي رحمة ربنا واسعة جدا فاللي هو دعي الملك محدش يحكم دعي الملك للمالك والخلق للخالق وانت يعني خليك في حالك من الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني يريد نعم بالحديث ده اشغل بالك محدش يدخل في المالوش فيه صحيح سبحان الله النبع السلام لما سمع السيدة عائشة مرة أو هي سمعة النبي بيمدح في السيدة صفية السيدة صفية كانت قصيرة والمرأة أو الزوجة الوحيدة من أمهات المؤمنين كانت من اليهود يا صفية بن تحيي بن أخطب فنرى السلام كان بيصف في السيدة صفية قدام السيدة عائشة وبيمتدحها وبيوسن عليها فالسيدة عائشة غارت غارت شاءت تقول له حسبك من صفية أنها كذي يعني ما تكلمتش هي أشارت أن هي إيه صييرة بس النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت عقرت ميت البحر الحركة بس تدي عقرت ميت البحر شوفي بقى كلمة أو إشارة عملت إيه أنت لو يعني سبحان الله علشان اللي بيشوفنا دلوقتي واللي بتشوفنا دلوقتي ما تقعدش مع حد تجيب في سيرة حد ولا تحكم على حد ولا تقعد تصنف ده أنا شايف أن ده مش عارف إيه وده إيه مش بتاعتك أنت لو شغلت نفسك بنفسك لن تسلم من العيوب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعى ربنا سبحانه وتعالى ونعوذ بك وخلي بالحضرات للدعاة كان دايما يقوله في مقدمة خطب الجمعة يعني بصلا كلمة مقدمة ثبتة كده اسمها خطبة ومقدمة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه كان يقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وهنا ما قالش من شر من شرور يعني أنت كنفس وإنت كنفس جواك كتير وإنت لو دورت على نفسك أو أي واحد بيدور على نفسه ويعود يسجل الأخطاء بتاعته والتجاوزات بتاعته والعيوب بتاعته هيلاء كتير تمام سيدنا عيسى سبحان الله اللي هو يعني إنت بتقول إن داك ويس وإنت بتحلف إن داك ويس خلاص أنا حسدق طالما أنت أقسمت بالله سيدنا عيسى رأى رجلا يسرق فقال له أسرقت قال له لا والله الذي لا إله إلاه قال له آمنت بالله وكذبت بصري يعني أنا خلاص حسدقك شاكم تحلفت بالله تحلفت بالله إنك ما سرقت أنا حسدق يمينك دا بس للأسف بعض المسلمين الآن قد يحلفون أيمانا مغلظة كذبا وزورا للأسف للأسف يعني ما ينفعش نستهون بالحلفين بربنا بالذات التاجر تاجر دا النبي عليه الصلاة قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب والثلاث أي من بالله دي وقف عليها بكذا هو كداب واليمين كما قال النبي عليه الصلاة منفقة للسلعة هو حيطلعها لأن أنا عن نفسي أو أي حد هيروح يشتري وده بيحلف له بالله هسد دا مش هتوقع أنه بيحلف كذب هو ممكن يكون بيحلف كذب تمام بس هو ده حيخليه يعمليه هيبيع ويخلص لكن ما فيهوش بركة نعم أسفل قال الحلف من منفقة للسلعة ممحقة للبركة هتوزع وحتبيع وحتخلص الفرش بتاعك ولا البضاعة بتاعتك بس ما فيهوش بركة لأنك طلعت ده باليمين الكاذب كذبت على الله سبحانه وتعالى كذبت على الناس كلام جميل الله يلوك وفقرة جميلة إن شاء الله نستفيدك ولنا كده منها ونبطل نحكم على حد كل واحد يخليه في نفسه صحيح كل واحد يركز في نفسه وما ناخدش بالشكل وما ناخدش بالشكل ولا بالظاهر أبدا آه يعني لما النبي عليه الصلاة مرة كان نقعد مع الصحابة ومرة رجل قال لهم ما تقلون في هذا قالوا يا رسول الله هذا حليم إن خطب أن ينكح وإن قال أن يستمع له وإن شفع أن يشفع ده حد دقيل حد العملية مرتاحة بتاعته لو هو رح لأي بيت وخبط عليه هيوفقوا عليه وهيرحبوا به رح شفع لحد يشفعه وليه حد سمعته حل بعد شوية يمر رجل من فقراء المسلمين فأنا وصلنا يقول ما تقولون في هذا تحكمت على الأول بكذا تقوله في دائرة رجل الطيب الغالبان قالوا هذا حليم إن خطب ألا ينكح وإن قال ألا يسمع له وإن شفع ألا يشفع هل تشاهدوا بكلام فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل لهم زي ما أقولك ضبط زوايا اللي هو إيه لا الموضوع مش كده اللهم الأخير ده الفئير ده اللي أنت بتقوله إن قال ألا يسمع وإن شفع ألا يشفع وإن خطب ألا ينكح هذا عند الله خير من ملء الأرض مثل هذا سبحانه الله وبعدين هو مش بالشكل ولا بالمزر خالص لأنه مصدر عند في حديث خطير بيقول فيه فيه ناس بتبقى في الدنيا معمل لها شنة ورنة وحد بقى إيه يعني حد تقيل لكن يأتي يوم القيامة ممكن قال صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يأتي يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوض سبحانه الله يعني في الدنيا حيقة وطالع ونازل ويوم القيامة ولا حيقة جناح بعوض ما يزنش جناح نموسى النموسى أفضل نفسها لا تزن ثلاثة جرام ولا أربعة جرام هو ما يزنش الجناح بتعلن نموسى سبحانه الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يشغلنا بأنفسنا صح